بهذا الكتاب خول وزير المالية العراقي الحالي علي عبدالأمير علاوي تائرة عقارات الدولة عدة صلاحيات لبيع وتأجير عقارات الدولة كان أكثرها جدلا تخويل الدائرة بيع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة دون الحاجة إلى النشف الصحيفة الرسمية أو مزايدة علنية وبقيمة تقديرية والمصادقة الفورية على قرارات البيع قرارات أثارت جدلا واسعا في العراق حول شبهات فساد تحوم حول خطوة مماثلة هناك بعض الأشخاص أو بعض النواب نعم يتخوفون من جعل الفساد ببيع هذه الدول وأنها عقارات هي سيادية لكل دولة لها عقارات ولها موارد في حين ترى جهات رسمية أن هذا التخويل لا يعني إطلاق يد دائرة عقارات الدولة في التصرف بتلك العقارات كما يحلو لها ما صدر مؤخرا من توجيهات أو تعليمات من سيد وزير المالية هي لا يعني أنه السماح لمدير عام دائرة عقارات الدولة بالتصرف بعقارات الدولة لا هو هناك قانون يحكم هذه الدائرة سيتم العمل عليه وتقدر عقارات الدولة العراقية بـ 600 ألف عقار وـ 68 قصرا مسجلة باسم وزارة المالية تسيطر الأحزاب والميليشيات وجهات متنفذة على 60% منها بطريقة غير قانونية وتقدر واردات تلك العقارات بـ 700 مليار دينار سنويا ترى الحكومة العراقية أن هذا القرار سيساهم في استعادة أملاك الدولة من جهات متنفذة تسيطر عليها ويرى البرلمان أن خطوة كهذه تعد وجها آخرا من أوجه التلاعب بمقدرات الدولة والفساد وبين وجهات النظر هذه تبقى عقارة الدولة ووارداتها ضائعة كهواء في شبك مصطفى القطان قناة الغد بغداد ترجمة نانسي قنقر